بسم الله الرحمن الرحيم. اه عزيزي طلاب قسم الاحياء كلية العلوم جمعة المال الخادث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم في الكورداتا والحبليات. وبنتكلم في الصفات العامل براميات. وبنتكلم في التصنيف البراميات. وبناخد المسال النهاردة اللي هو الضفاع دعا. يبقى انا عند التأسيم بتاع الحبليات اللي هو الفايلان كورداتا. يبقى عندي صفايلان يعني شعيبة الفيرتبراتا. اه لي الفقريات. يبقى فيها الصبر كلاس اللي الجناز استوماتا. اللي هي فوق طائفة الفكيات. اه يبقى عندك مجموعة الامنيوتا. الان امنيوتا. اللي هي اللارهليات. وعندك مجموعة الامنيوتا اللي احنا قلنا على المنارفات اللي هي زواحة بطور السريات. احنا قلنا الان امنيوتا اللارهليات هي الاسماك والبر ميات. فكلاس اللي هو طائفة الامفيبيا. طائفة البر ميات تتبع لمجموعة اللارهليات. لانها تفتقد الغشاء الاول والرهل اللي يحيد بالجنين. اردر الان يورا يعني اللا دايليات زي ما خدنا هنا عندنا اربع اردر اه في البرميات منها طبعا المنتشر طبعا انها الان يورا اللي هي اه الضفضاع او البوفو ريجيو الاريس او الماكيوليتيد تود الضفضاع الرقطاء. رقطاء يعني يعني فانو عد كده بالشكل ده كده فادرانات والسقليل على الظهر طبعا موجودة بالشكل ده. ده الفرق اي ربا من برميات التي يختفي الذيل فيها طبعا عند الوصول الى مرحلة الابلوغ ومن امثلاتها طبعا الضفضاع والعلاجي. البوفو الريجيولاريس او الماكيوليتيد تود دي شكل خارجي جسمها ينقسم الى رأس وجزع وبطن لان ما فيش ذيل. اه ولا توجد منطقة عنق او منطقة ايه زيل. طيه الجلد خشن ومغطى بالثأليل الجلدية مثل ماسكين وارتس. وخصوصا على السطح طبعا ايه الظهري. السطح الظهري بقى غامع شوية. سطح البطن بقى فتح في اللون. اه الرأس بتقوم فلطحة زونهاية امامية مدببة وعريضة. وبها فتحة فم واسعة والعينان جاء حزطان يعني بارزتين على جانبيا الرأس اه بتاع الجسم. واطحات كل عين بجاف انه علوي سميك غير متحرك. وجاف نسوف ليه رقيق هو اللي ايه متحرك. ويبقى عامل زي الغشاء الرامش الموجود في الطيور. اه ويقع اه خل في كل عين غشاء سمعي طبلي تنبنك ميمبرين صغير. يعني لو انا قلت دي كده. ادفضاع كده مثلا. يبقى هنا كده. والايه هنا هتلاقي العين بالشكل ده. هتلاقي هنا غشاء الايه السمع. يبقى ده الايه. الجزء بتاع ادفضاع. ده الغشاء الايه السمع. كما يوجد خلف كل غشاء سمعي. منطقة مرتفعة هي تجمع من الغدد الايه السمع. بعدها كده تلاقي فيه تجمع كده من الغدد. بالشكل ده كده. وبارز كده على ناحيتين من الجزء. يعني زمان العنود الحمر ياخدوا رأس الاسهم في في الضفارة السمع دي. ويعملوا عملية ايه? حق ايه الرأس الاسهم مع زي الغدد اللي بتالع عمود السمع. عشان يساعد فيه افتراس واستياد الفرق اسفتاعده. ايه يبقى ده تجمع من الغدد السمع بسمى الغدد النقافية او البروتويد جلاند. ايه تفرز افرازات لبنية لازجة. السطح البطني لمنطقة الرأس. ايه يكون له داكن. اللونه بتبقى داكن شوية. المنطقة دي اللونها داكن. بتعرف ان تحتها هنا غشاء الايه او غشاء الصوت. او كيس الصوت يعني. اللي هو بيبقى لونه ايه اسود. فعشان كده تلاقي المنطقة دي بتبقى داكنة شوية. يبقى دا على طول الايه الميل. لكن لما تبقى فتحة ما فيش فيه غشاء للصوت. يبقى لونه ايه? اللون ابيض عادي. ده اللي قلنا عليه ده فتحة الانفل خارجية. وده الفم. وده العين. وده غشاء طابلة الازن. وجزء ده الاوة البروتويد جيلاند. زي ما انت شايف كده. اه ده الجزء اللي بقول عليه. اه ده الجفن العلوي. وده الجفن السفل اللي هو ده السابت وده متحرك. ده العين. ده فتحة الانفل خارجية. كسترن النيرز. والماوس طبعا مدبب. وواسع كده. اه فتحة ده واسعة. بعد كده هيبقى فيه ثاليل. اللي موجودة ديه ليه الورتس. وبعدين ده اللي قلنا عليه تجمع من الغدد اللبنية او الغدد السامن الموجودة بسمه الايه البروتويد جيلاند. وده غشاء طابلة الوزن او تمبانيك ميمبرين. الطرف العمام زي ما انت شايف كده يبقى قصير. الطرف الخلفة طويل. عشان نساعد فيه القفز. تبضع الرقطاء او البفروجلارس. خلاص خلاصنا منطقة الرأس ندخل على منطقة الايه الجزع. الجزع. اه به بروس ظهري في النهاية. اه يحدد موضع العصعص اهو الجزء ده. اه كما توجد فتحة الايه المجمع والمزرق في نهاية المنطقة الايه الجزع الخلفية. طالما ان هي اخر حاجة هي منطقة الجزع يبقى مفيش ديل. وقلنا المزرق اكيدا انا عرفت ان هو فيه اتحاد ما بين الجهاز ايه نهاية الجهاز الهضمي والجهاز الباولي انتنسولي. يتصل بالجزع. الزوج جيني من الايه الاطراف خمسية الاصابع. اللي هي البنت دكتايل ليمبس. بنت يعني خمسة. بنت دكتايل ليمبس. اطراف خمسية والطرف الامامي قصير والطرف الخلفي الطويل شوية لانهم متحورتين لعملية القبز. وبالتالي برضو عشان هتبقى دي قصية قريبة من الرأس فتلاقي فيه الطرف الامامي هتلاقي فيه بعض الوسائل عشان تمتص الصدمة. الجزع برضو بنتكلم عليه قلنا انه يبقى فيه الطرف الامامي والطرف الامام هي بقى فيه ثلاثة ايه اجزاء اللي هي العدد والساعد واليد. براكيوم انت براكيوم ويه الهند. وتركب اليد من رزغ اليد اللي هو الرست وراحة اليد الى البالم واربع اصابع اللي هو ايه الفور فينجرز ايه بشكل ده. وقلنا فيه هنا وسائل ايه اللي ايه البادز. ظهرني بادز. انت طبعا ليه امتصاص الصدمة. يبقى ده براكيوم انت براكيوم والهند. والهند يبقى فيه ريست ويه الفينجرز تبدو الاربع ايه اصابع وعندك هنا اثنين وسائد لامتصاص ال ايه اللي هو غرني ايه بادز. ايه صغيرة تلقي ايه الصدمة. الطرف الخلفي الموجودة هيبقى برا عن برضو سلاس قطع. الوالفخز الثاي والساقل والكرس ويه القدم الفوت. ده الثاي وده الكراس وده الفوت. الفوت ده برضو يبقى زي ما قولنا هناك فيه رزغ هنا برضو يبقى برضو يبقى فيه رزغ الايه القدم ويبقى فيه اصابع القدم. الاصابع هناك قلنا عليها فينجرز هنا بنوع لها ايه اصابع القدم نسموها تويز. اه عندك هنا واحد اثنين تات اربعة خمسة هناك انا اربعة. هنا خمسة وفيه واحد سادس بس ده بسموه قبل الابهام وده ضامر غالبا ما بين الاصابع وبعضها هتلاقي فيه الغشاء او الويب اللي بساء طبعا في عملية الايه اللعوم واستباع يوجد برضو بقوار ابهام اللي هو قلنا السبعة السالس ده اصبع ضامر يارب بقبل الايهام البريهولكس جميع الانواع الضفادع لا ليس لها ايه طبعا ذيولانها انيورا لا ذاليات واللي هي تصنف طبعا زب ما قلنا في اللي هي تصنف طبعا عديمة الزيل السلام عليكم ورحمة الله